قتلت هشام الهاشمي لن يفلتوا من العقاب في مؤشر خطير يرفع حدة المواجهة بين الحكومة وتمرد الجهات المسلحة التي تكسر القانون يكشف الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد مولا طلال عن خطوات عاجلة لعقاب قتلة الهاشمي وتشكيل لجنة تحقيقية لحادثة الاغتيال عهد من الحكومة بأنها ستلاحق منفذي هذه الجريمة كما ستلاحق من استهدف المتظاهرين لدينا أكثر من ستمائة شهيد وقعوا في التظاهرات مولا طلال الذي يعرف جيدا تهديد أصحاب الكلمة الحرة بات اليوم ما ينطق باسم الحكومة التي أعلنت خسارة العراق لقامة كبيرة بعد اغتيال الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي دكتور هشام الهاشمي رحمه الله أبى في مماته كما كان في حياته إلا أن يضع فاصلة بين منطق الدولة ومنطق لا دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كشف عن ورقة خاصة للتعامل مع قتلة الهاشمي مشددا على أن المتورط بالدم العراقي سيواجه العدالة مهما كان انتماؤه ملفات بعد العنوان الموجع الذي أثقل السخط الشعبي في الأوساط العراقية ملفات لا تقل أهمية حين تكون في مقياس محاربة الفساد أشار إليها مولا طلال تتمثل بتقديم المالية لخطة إصلاحية شاملة عن الإصلاح الاقتصادي لم يكن سبب تأخير الراتب هو بسبب نية الحكومة بتعطيل الراتب الموظف في الحكومة ملتزم بالقانون مع الحكومة والحكومة ملزمة بتوفير راتبه وعليها أن تجد الحلول المناسبة وسنجد الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة المالية وفيما يتعلق بخطة الحكومة في تحقيق العدالة في قطاع الاتصالات يكشف مل طلال عن وعد حكومي يتمثل بتأمين خدمة 4G بداية العام المقبل تعهد وزير الاتصالات في جلسة اليوم بأنه سيقدم استقالته من الحكومة في حال وصولنا إلى تاريخ 1-1-21 ولم يشتغل 4G أو الجيل الرابع أما ما بدأت به الحكومة من حوار استراتيجي والذي يمهد لطريق نحو عراق آمن ولا يقتتل على أرضه أي متربص فإن الكاظمي ماض في الحوار مع الجانب الأمريكي بجولة ثانية تعزز مصلحات العراق اشتركوا في القناة